بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آسَرَةَ تَتَّخِذُ عَصْنَامًا آلِهَةٌ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِيرٌ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَا كَوْكَبَا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَفَلَ قَالَ لَا إِلَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَحَكُونَ نَمِنَ الْحَوْمِ اضْضَالِينَ فَلَمَّا رَعَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلق قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المسركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداد وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَزَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَقَابُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ